عرق الناس الكاذب هنعالجه مع بعض للوقت بتمرين بسيطة ممكن تعملها في ثلاث دقايق بس وبالتمرين دي هنحاول نعمل بيها استطالة لعضلة البيروفورمس اللي موجودة في الحوض فأول تمرين إطالة لعضلة البيروفورمس هتنام على ظهرك بالشكل دوا وتحط رجلك المصابة على رجلك السليمة بالشكل ده وتبدأ تمسك الرجبة بتاع الرجل المصابة بيدك العكسية وتاخدها عليك بالشكل دوا هتحس بشد في منطقة الحوض كده هتثبت في الوضع دوا 20 ثانية وتريح هتعمل كده 3 مرات وممكن نعمل التمرين دوا من وضع الاعاد يعني مثلا وانت قاعد على الكرسي تحط رجلك المصابة على رجلك السليمة بالشكل ده وتبدأ بيدك الاتنين تاخد الرجل المصابة عليك بالشكل دوا لفوق هتحس برضو بشد في منطقة الحوض هتثبت كده برضو 20 ثانية وتريح هتعمل كده 3 مرات بعد كده هنعمل الكلام شيل اكسرسايز التمرين دوا هنعمله بطرقتين اول طريقة ان انت تنام على ظهرك وتجيب قاستك مقاومة وتلفو عند رجبتك بالشكل ده وتبدأ تفتح في رجلك هتعمل التمرين دوا 10 عدات وتريح هتعمل كده 4 مجموعات والتمرين دوا برضو ممكن نعمله بطريقة تانية من غير السيراباند هتنام على جنبك وتبدأ تتني ركبك بالشكل ده وترفع ركبك لفوق وتنزل بس خلي بالك وانت بتعمل التمرين دوا ماينفعش ترجع الحوض لورا لازم الحوض بتاعك يبقى ثابت ورجبتك بس اللي بتترفع لفوق بالشكل ده هتعمل برضو التمرين دوا 10 عدات 4 مجموعات التمرين ديا هتعملها بالزبط في 3 دقايق هتريح معاك الوجع ان شاء الله وبكده يكون موضوع النهاردة خلص اشوفكم ان شاء الله في موضوع جديد ما تنسوش اللايك للفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناة اتمنى لكم دواموا الصحة والسلام عليكم